اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتنافس سواء فوق او الهروب من القاع من تحت انا اتكلمت بصفة يعني مش شخصية بصفتي مشجع بتفرج على ما تشاهد وبصفتي منتمي للنادي الاهلي خلصنا الموضوع ده نروح بقى النقطة التانية سريعا حقيقة الفترة اللي فاتت في بعض المزيعين تشعر كده انهم ايه بيفضلوا انتماءهم للنادي معين او مصلحتهم وخلين يكون ادق يعني على اي حاجة تاني مزيعا ضمن المزيعات حزينة وكئيبة ومش سعيدة ابدا بالنادي الاهلي ولما بيكسب النادي الاهلي بيبان حتى بيباني الحزن والكئبة على وشهاد ده رأيك اللي انت عايزة تقولي قولي لكن بلاش تقليف بقى عشان تحاولي تهزي استقرار النادي الاهلي اولا محدش هيسمعلي انت اصلا اسم مش على مسمى خالص اخر ابداعاتها المزيع الكئيبة ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيحاول ينهي الخلاف بين لجنة التخطيط ومستر بيتسو مسماني حاول مصير باجري هي جابت الكلام من ده منين انا عايز اعرفك ده هي اصلا ما تعرفش باجري بيلاع فين دلوقتي يعني انت ما تعرفش هي تقصد ايه هو اي كلام اصارت بلبلة وخلاص هو حد قالت تقولي كده هي تحطتلك بس في الاسكريبت وخلاص ولا انت بتقولي الكلام ده من دماغك المهم يكون فيه كلمة خلاف في النادي الاهلي بس هي دايما بترفع شعار كلمة خلاف فقط هي بصراحة ما تستحقش الرد ما تستحقش الرد لان بيبنع عليها دايما اللي انا قلتو لحضراتكم والوصف بتاعها مش هعيده تاني خلاص لانا مش هتاخد اكتر من حقها انا مش هعيد ادي اكتر من حقها لان هي غير سعيدة وحزينة دايما وكئيبة دايما بانجازات النادي الاهلي كانت بقى بتشتغل فين ودلوقتي بتشتغل فين ما يشدعوا بالكلام دو انما مازال مازال نفس النهج والاسلوب اللي كانتشغل بيه قبل كده هو اللي شغل بيه برضو دلوقتي ازاي انا معرفش ولكن هي ماشي على نفس النظام القناة التانية كانت بتشتغل بنفس الاسلوب وقناة الجديدة برضو بتشتغل بنفس الاسلوب مش عارف ازاي سيبينها كده لا دا طبعا مصح لانك لازم تحترمي القناة اللي انت شغل فيها قناة كبيرة وقناة محترمة وكل اللي شغلين فيها ناس محترمة لازم تبقي محترمة لانك شغل في قناة محترمة ولازم يكون فيه حيادية لازم يكون فيه حيادية مش بقول لحضرك ان انت لما النادي الاهلي والله حضرتك دي انا مقدة بقى وصراحة مش بقول لك خليك فرحانة وشي دي بالنادي الاهلي لا براحتك لكن على الأقل تقولي الحقيقة وكمان اللي انت تعرفينه متأكدة منه مش مش الكلام مش عايزة أقول كلمة تتخذ علي ولكن مش عايزة أتكلم كلام مش كويس يتخذ علي لما تيجي تتكلمي تتكلمي كلام حقيقي كلام واقعي كلام منطقي لأن النادي الأهلي في نظام تاني خالص كل واحد بيقول وجهة نظره في النادي الأهلي ولكن في الحتة اللي هو بيفهم فيها في اختصاصاته مفيش حد يتدخل في اختصاص حد ما تقوليش بقى ده الأهلي وخلاف في النادي الأهلي لا 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 احنا مزي أندية تانية مزي أندية تانية بيتفرد التشكيل عن مدير الفني ولا بيتفرد لعيبة عليه احنا أصلا أصول الصنعة والناس بتتعلم مننا كل واحد وليه اختصاصاته علشان ايه عشان اجي أعرف أحسبه في النهاية احنا بندعم مدير الفني كل واحد ليه أخطاء وليه مميزات وليه عيو بس المدير الفني ما بيمثلش نفسه بس هو بيمثل النادي الأهلي فانا وراه وخصوصا لما يكون ناجح بالأرقام طب ما فيه خلاف كتير جدا في أندية تانية وتجديد عقود لعيبة ولعيبة رفضة ولعيبة مش عايزة تروح ولعيبة مش عارف بتدي موعيد وما بتجيء انت مش سعيدة بدا؟ والأزمات اللي في باقي مش عايزين نتكلم على أي حد لكن لما تيجي تتكلمي عن النادي الأهلي تتكلمي باحترام يا ما تتكلميش لأنك ما بتفهميش تتكلمي عن النادي الأهلي عشان الشهرة لأن ما فيش الشهرة ما بتجيش غيرها على حساب النادي الأهلي بشائعات وأخبار من الفابريكا لا كمان واحد عمل مدخلة مع مهندس محمد عادل المشتفى عقرب مع المقاولين وبيسأله إيه؟ احنا في شهر مارس بداية مارس بيسأله هو طهر محمد طهر راجع المقاولين دلوقتي طيب قولولي حضراتكم ده سؤال هو حضراتك مش بتشوف طهر بيلعب مع النادي الأهلي سواء في الملعب أو كبديل ولا مش بيلعب قولوا هو فين لكن الحقيقة المهندس محمد عادل رد عليه رد قوي بيقال له انت إذا بتسأل عن لاعب أساسي في النادي الأهلي دلوقتي وليه دور في البطولات الفترة الأخيرة وبيبدأ أساسي في معظم بريات أو بينزل بديل يعني ما فيش كلام أصلا على رحيله ما فيش كلام دلوقتي إيه الأسئلة دي هو حضراتك مقادن برامج مش تعرف أي خلفيات عن السؤال اللي انت بتقوله أو اللي انت محضره أو الإعداد محضره لك ولا انت بتقول أي كلام وخلاص ولا هو لازم يكون النادي الأهلي ولعبته يكونوا بجملة ومفيدة وخلاص أنا ما عنديش اعتراض أبدا أنك تتكلم عن نادي الأهلي وتنتقد عادي جدا لكن بالحقائق ولو سالبيات قول نحن هنا بننتقد لو فيها سالبيات لو فيها أقطاع بننتقد لكن بنحكم المنطق والعقل في الكلام في كل حاجة بنقولها لأن في رسالة الإعلام يبدو أن البعض أو الكثير مفتقدينها لازم حضراتك تكون فاهمها قبل ما تطلع تتكلم خلينا برضو أتكلم على برضو أحد المزعين أحد المزعين اتكلم عن مكالمة مكالمة حصلت بين الكابتن سيد عبد الحفيز وحسام حسن لعب النادي الأهلي مكالمة حضراتكم بيتكلم على مكالمة وبيتكلم عن محتوى المكالمة دي طب قولوا لي حضراتكم هو عارف منين المكالمة اللي حصلت دي ما بين كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن حسام حسن لعب النادي الأهلي جابها منين أنا عايز على مواما كابتن سايتكلمه ده مش ممكن يحصل يا محسن حسن هو اللي قاله وده برضه مش ممكن يحصل فحضرك عرفت محتوى المكالمة منين ده اللي أنا عايز أعرفه بس هو أي كلام وخلاص يعني هو أي كلام للتأثير على الناس وخلاص لأنك تجيب النادي الأهلي في جملة مفيدة وخلاص لأنك تعمل بلبلة وتسير الشائعات في النادي الأهلي وخلاص طيب بعض المحللين كمان الزملاء الأفاضل اللي أنا بحترمه بعد ما تشي الأهلي وفارقه قاله تحليل غريب قوي قالك إيه إن تقلق أفشة ومحمد شريف رد على موسماني طب نعف هنا بقى هو موسماني لو مش عايز يلاعب شريف وأفشة مش هو المدير الفني مين المدير الفني مين المسؤول عن اللعبة دي مش موسماني مين مسؤول عن التشكيل مين اللي بيلعب أفشة وشريف ما هو لو ما عندهش ثقة فيهم مش هيلعبهم هو لو ما عندهش ثقة فيهم مش هيلعبهم رد ايه انا عندي ثقة فيك فبلعبك هو انا هلعبك كمدير فني على حساب النادي الاهلي مش ممكن انا كمدير فني النادي الاهلي طالما لعبتك يبقى انا عارف ان انت قد الثقة دي قد الفانيلا دي الفانيلا الحامرة الغالية العزيزة العظيمة وبعدين قفشة انت بتكلم عن قفشة وشريف تكلم عن اتنين نجوم في الاهلي ومنتخب مصر شيء تعمق بيت لو حضرتك ليك هدف من التحليل ده لهدم استقرار الاهلي ويكون في فتنة بين اللعيبة والجهاز مش هيحصل لان الاهلي غير ايوة الاهلي غير وحفظة لقول الاهلي غير من هنا لحد ما ربنا بقى يفتكرني ان شاء الله لكن زي ما قلت لكم النادي الاهلي غير فعلا لان كل واحد عارف دوره المسؤول مسؤول المدرب مدرب واللاعب لاعب سريعا بقى نروح للماتش النهاردة بين الاهلي ومريخ السوداني مباراة وشعار النادي الاهلي فيها لا بديل عن الفوز لا بديل عن الفوز بعد الاخفاق المباراة اللي فاتت امام سانداونز جنوب الافريقي في الجولة التانية هنا في القاهرة رصيد النادي الاهلي نقطة واحدة زي ما حضرتكم عارفين ورصيد المريخ اربع نقاط ان شاء الله النهاردة نهاردة نادي الاهلي اعدل الاوضاع مرة تانية ان شاء الله النهاردة نقدر نحصد الثلاث نقاط قبل المواجهة المرتقبة امام سانداونز في جنوب افريقيا ونعدل الوضع لو كسبنا ان شاء الله بنتلع تاني للمركز التاني بإذن الله والمنافسة على القمة جهاز الفني واللعيبة على دراية كبيرة جدا باهمية اللقاء والجميع ان شاء الله جاهز من اجل المكسب واكيد الجهاز الفني طبعا شاف ماتشات فريق المريخ سواء مع سانداونز والهلال السوداني وطبعا المريخ مع اسكر هنا بقى له فترة في القاهرة والجهاز الفني اللي النادي الاهلي متابعه وعارف نقاط القوة والضعف عشان يقدر بإذن الله يقود المباراة بما في صالح النادي الاهلي كلنا خلف فريق النادي الاهلي من اجل استعادة استدارة المجموعة بالفوز النهاردة في البداية ان شاء الله على المريخ وعلى سانداونز في جنوب افريقيا وشفنا مع حضراتكم الفترة اللي فاتت كابتن محمود الخديم حضر تدريبات الفريق يوم الخميس واكتمع باللعيبة والجهاز الفني واكد على الدعم الكامل ومساند اليوم في المرحلة ديت وانه عنده ثقة كاملة في الجهاز الفني وفي اللعيبة في خوض المنافسات المتتالية والضغوط الصعبة جدا اللي بتمر على لعيبة النادي الاهلي في الفترة ديت خلصت كل اللي عندي خليكم متفقلين ان شاء الله بإذن الله المكسب النهاردة كبير للنادي الاهلي لتعويض مباراة سانداونز او اخفاق سانداونز بإذن الله رب العالمين بعد الاستوديو افكر حضراتكم بالكلام دوت دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله خلينا قبل الفاصل صح هقول حاجتين هقول لكابتن سيد عبد الحفيز حمد الله على السلامة من فيروس كورونا وان شاء الله ترجع متقلق مع لعيبة النادي الاهلي كمدير للجهاز وفي نفس الوقت عايزة بارك لمحمد مجدي أفشة واقول له كل سنة وانت طيب محمد مجدي أفشة صاحب القضية ممكن لو تفتكره تسعة اقول له كل سنة وانت طيب ومنازمة عيد ميلادك ودايما مفرحنا وان شاء الله قضية تانية قريب بإذن الله بعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي مشرفيننا النهاردة كابتن شيف عبد المنعم كابتن أسامة عرابي كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أحمد بلال ارجوكم انتظرونا